دكتور إلياس أخاموك رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى طامراست فيما يخص الأمراض الاستيوائية الكثير ينسى بأن الجزائر أولا بلد قارة وثانين عندها حدود مع بلدان الساحل لهذا من الطبيعي أن تكون هناك حالات مستوردة من هذه الأمراض الاستيوائية أولا المالاريا مستشفى طامراست فقط يعني العام الماضي سجل 868 حالة مالاريا مستوردة هناك أمراض استيوائية أخرى كالبل هارسيا لجينا عندنا عشرات الحالات عندنا الميسيتوم عندنا الأمراض من الطبيعية تدخل للجزائر ولكن من الأفضل أن تكون هناك مركز للأمراض الاستيوائية في جنوب البلاد أولا تحسين التكفل وأيضا للحد من دخول هذه الأمراض للجزائر ومن التكوين أيضا والتكوين الأطباء والبحث العلمي ولكن أجدد القول بأن عادي أن تكون هذه الأمراض في الجزائر وحتى الإشهاد لإطلقاته الجزائر في 2019 من منظمة العالمية للصحة بالقضاء على المالاريا يتكلم عن الحالات المحلية للمالاريا ولكن ستكون لائما حالات مستوردة بالمالاريا في الجزائر بما يخص المالاريا هو مرض غير معدي ولكنه مرض متنقل لازم له شروط منها لإنسان يحمل الطفيلي ويكون هناك نوع معين من البعض ليس أي نوع من البعض يعني اسمه لانوفيل لهذا المريض يجي من هذه البلدان غير معدي ولكن يجب محاربة هذا البعض ومعالجة كل المرضى باش نتفادوا يعود يدخل المرضي واللي محلي لهذا المرض غير معدي ولكن هناك شروط يجب محاربتها بصفة دائمة باش ما يعود يدخل الجزائر فيما يخص مركز مرجعي للأمراض الاستوائية يعني في أقصى الجنوب القرار قد أمضي في جوليا 2021 ولكن بسبب الجائحة كان هناك تجميد في إنجاز هذا المقر ويعني إن شاء الله هذا العام إن شاء الله سيكون هناك إنجاز المقر لأن هذا شيء مهم جدا وخاصة مع النهوض الاقتصادي للجزائر في بلدان مع بلدان الساحل يجب يعني إنجاز هذا المقر في أقرب وقت وعطعه كل الوسائل ترجمة نانسي قنقر